وللتعرف على مزيد من التفاصيل وتحديدا من أحد المخازن بمحافظة الجيزة بتنضم إلينا الزميلة شيرين مجدي مراسلة أكستر نيوز صباح الخير يا شيرين صباح الخير يا إنجي وصباح الخير يا دعاء وصباح الخير على مشاهدي أكستر نيوز في كل مكان بالفعل بتبدأ وزارة التموين اليوم في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقرارات شهر إبريل والتي تأتي متزامنة مع شهر رمضان الكريم وده بحق اكتفاء وتخفيف عن كهل الموطنين خاصة مع شهر رمضان الكريم وهذا شهر الذي ربما بتزيد في احتياجات الموطنين بعد شيء من السلع الغذائية وغير الغذائية أنا الآن متواجدة من داخل إحدى مخازن الشركة المصرية للتجارة الجملة ويساعدنا أن يكون معنا الأستاذ خالد فكري رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة يحدثنا بمزيد من التفاصيل عن مدى توفر السلع والأسعار في البداية مرهبة حضرتك معنا كل عام وحضرتك طيب لو نطمن الموطنين عن مدى توفر السلع الأساسية خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم مبدئيا كل سنة والشعب المصر والأمة العربية كلها بكير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بالنسبة للسلع المنظومة التامونية اللي هي بتابل حوال 27 سنف متوفرة ولمدة تتجاوز الثلاث شهور وبالنهاردة بهذا الزامن اليوم الأول من صرف المنظومة عن شهر أربع السلع ما فيش تغيير في أسعارها من مدى كبيرة سابتة زائمة هي ومتوفرة وبأي كميات المواطن بيحداجها بالنسبة حضرتك ذكرت الأسعار لو تحدثنا عن الزيت والسكر وما إلى ذلك لا تحريك في أي سعر بالنسبة للسلع الأساسية بالضبط والأسعار عندنا برضو فيها بتتراوح التخفضة ضعيتها من 20% لـ 30% يعني لو كلمنا عن الزيت الواحد لتر بـ 25 جنيه بره بـ 31% الزيت الـ 18% بـ 20 جنيه بره بـ 24% بـ 25% الثمن بـ 24 جنيه بره بيوسع لـ 28% وهجزة بالنسبة للأصناف كلها بتاعت المنظومة لو تحدثنا عن التعامل مع المخزن بيكون من خلال البدال التمويني الذي يتعامل بعد ذلك مع المستهلك هل هناك أي تغيير في الموعيد خاصة مع شهر رمضان الكريم؟ الموعيد الثابتة والبدال الدموني بيجي في الوقت المحدد ليه بياخد كل احتياجاته وبيتصرفها للمواطن على طول مباشرة التوقيت بيبقى إمتى يا فندم الساعة كم لساعة كم؟ وهل في أيام أجازات؟ من الساعة 8 لهاد الساعة 3 بفيش أجازات بقصد على شهر الكريم ده كل سنة وحدك طيب إذا تحدثنا يعني مع شهر رمضان الكريم بيكون في فكرة الكوبونات مزيد من التفاصيل عن هذه الفترة الشركة القابضة فعلا ترحى نظام كوبونات بـ 20 جنيه وخمسين جنيه ومية جنيه للقادرين اللي بيقدر ياخد دفتر من ده وبيديل غير القادرين وبالتالي بيروح بالأي منفل من منافل بتاعة الشركة المنتشر على بستوى محافظات الوجهة قبل بالكامل وفي بعد شركات مسكة ومحافظات الوجهة البحري بالكامل بيقدر يسرق بها قيمتها سلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة ومشاهدين فكرة الدعم المقدم للمواطن بيأتي أيضا بالتزامن مع العديد من الجهود التي تبزلها الدولة للتخفيف عن كهل المواطنين بنتحدث عن معرض أهلا رمضان بنتحدث عن المجمعات الاستهلكية وما فيها من تخفضات من 25% لـ 30% مقارنة بمثالتها من السلع الغذائية وغير الغذائية في الأسواق المختلفة بالإضافة أيضا إلى فكرة الرقابة وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان الجودة والأسعار وعدم احتكار أي سلع خاصة أننا متزامنين مع شهر الرمضان الكريم دي كانت الصورة من عندي بيعود إليكم في الستوديو مرة أخرى